نواصل حلول تمارين الكتاب مدرسي ومع التمرين سهل لاحظت تمارين 67 ودرس الإشارة أعطانا الدستور 68 ودرس الإشارة أعطانا الدستور 69 الآن موضوعنا هو السبعون هو التمرين رقم 70 دالة مقدمة ببيان CF هو تمثيل بياني للدالة في كثير الحدود أدرس بيانيا وليس أدرس دستوريا التمرين السابقة كانت دراسة دستورية هذا هذا ماذا يسمى؟ هذه ماذا يسمى؟ هذه اسمها دراسة دستورية أعطانا الدستور لقد أدرس بيانيا أدرس بيانيا أدرس بيانيا نعتبر الشكل الأول هو هذا والشكل الثاني هو هذا نبدأ بحرف آن هذا حرف آن نبدأ به متى يكون أف إكس يسوي السفر؟ متى يكون المنحنى يقطع محور الفواصل؟ هنا وهنا وهنا كيف نقرأ هذه الأعداد؟ نقص ثلاثة واحد أربعة نقص ثلاثة واحد أربعة هذه اللخصة هنا في الجدول أف إكس يسوي السفر فالنقص ثلاثة والواحد والأربعة الآن نوصل نشرح هذه أين يكون أف إكس سلب؟ قالك إذا كان هنا أهنا كيف نعرفه؟ المنحنى تحت محور الفواصل؟ هنا وهنا اقرأ معي هذا سنقص مال نهاية نقص مال نهاية إذا كان هناك فكرة إسقاط الجزء الملون على محور الفواصل عندما أسقط هذا يأتي هذا وعندما أسقط هذا يأتي هذا هذه منين تبدأ؟ نقص مال نهاية نقص ثلاثة واحد أربعة هذا المجال أكتبه في الجدول نقص مال نهاية نقص ثلاثة واحد أربعة ماذا كان البيان؟ تحت كان سلب تماماً كان تحت وراها في الرسم هنا هاي وراها ونستغني عن هذه الآن نشرح هذه نشرح هذه متى يكون أف إكس موجب؟ إذا كان هنا أو هنا كيف أرى ذلك على البيان؟ لاحظ أف إكس موجب البيان فوق هنا وهنا هذا هو محور الفواصل محور الفواصل وهذا هذا محور الفواصل أسقاط هذا البيان على محور الفواصل أين سيأتي؟ إسقاط أسقط هذا على محور الفواصل فألون هذه الأعداد أسقط هذا على محور الفواصل ألون هذه الأعداد من أين يبدأ التلوين الأول وأين ينتهي من أين يبدأ وأين ينتهي من نقص ثلاثة إلى واحد من أربعة إلى زائد من النهاية كيف ألخص هذا في جدول كيف ألخص هذا في جدول سهلا نقص ثلاثة واحد أربعة زائد من النهاية بين نقص ثلاثة واحد بين نقص ثلاثة واحد موجبة بين أربعة وزائد من النهاية وهذه هي موجبة فقط إذن حالة ثماني سبعين دراسة إشارة دالة انطلاقا من بيانها وليس دستورها مثل الثماني سبع وستون سي آف هو التمثيل البياني للدالة كثير حدود ندرس بيانيا حسب قيم متغير إشارة أفيكس بكل حالة نحن الآن مع الحالة الأولى تساءلنا متى يعدم فوجدناه متى يعدم وجدناه هنا وهنا وهنا متى يكون موجبا متى يكون سالبا يكون سالبا من نقص من النهاية نقص ثلاثة ومن واحد إلى أربعة من نقص من النهاية نقص ثلاثة واحد إلى أربعة متى يكون موجبا متى يكون فوق من نقص ثلاثة إلى واحد من نقص ثلاثة إلى واحد ومن أربعة إلى زد من النهاية أربعة إلى زد من النهاية ولخصنا العمل في جدول على العمل لخصنا في العمل نفس الشيء هنا نفس الشيء هنا متى يكون Fx0 متى يكون Fx0 نقص 2 هاي نقص 2 والواحد نقص 1 والثلاثة والأربعة إذن هذه الأعداد نقص 2 نقص 1 ثلاثة أربعة نقاط التقاطع مع محور الفواصل متى يكون تحت محور الفواصل متى يكون Fx0 لاحظ جيدا تحت هنا وتحت هنا إذن من نقص 2 إلى نقص 1 ومن ثلاثة إلى أربعة متى يكون فوق محور الفواصل متى يكون فوق محور الفواصل متى يكون فوق محور الفواصل ثم من واحد الى ثلاثة ثم من اربعة الى زائد من النهاية هذا المجال وهذا المجال وهذا المجال المجال الاول المجال الثاني المجال الثالث اول ثاني ثالث ولخص هذا العمل داخل جدول لاحظ داخل جدول بهذا الشكل من نقص من النهاية الى نقص اثنين يكون فوق من نقص اثنان الى نقص واحد تحت ثلاثة اربعة تحت وهنا فوق وش تجينا فوق تحت فوق تحت فوق فوق تحت فوق تحت فوق وينتهي التمرين بهذه البساطة اذا الاجابة الكتابية للتمرين هي هذه هذا اراه من اسل التمرين قراءة بيانية كلمة اشارة ما معناه معناه متى يساوي السفر متى تحت الفواصل متى فوق الفواصل اذا اذا كان فوق الفواصل تكون اشارة موجبة اذا كان تحت الفواصل تكون اشارة سالبة اذا كان مع الفواصل تكون القيمة معدومة ينعدم بهذه البساطة اذا الان اذا حبينا نستعمل الالوان ما عليش نشرحها شوي متى يكون موجبا اذا كان فوق محور الفواصل نزيد نسأل السؤال متى يكون معدوما اذا كان تقاطع متى يكون سالبا اذا كان تحت فوق يقطع تحت موجب معدوم سلب بهذه البساطة انتهت سمري الرقم 70